مرحبا بكم اعزائي الطلبة والمتابعين في حل بعض الاسئلة الوزارية عن استخدام الاداة التي تستخدم في الزمن الماضي البسيط وبعض الادوات الرابطة ملاحظة مهمة الجملة التي تحتوي على قوسين هي الجملة المطلوب تصحيحها وتدقيقها تفعلها الملاحظة اما الجملة الثانية فلا تجري عليها اي تغييرات ناخذ المثال الاول ونشوف الحل مالته خالد المطلوب من عندك بالوزارة قال لك انتبه على هاي الحالة قال لك يعني اريدك الصحة هنا انتبه على الادات الرابطة اللي موجودة عندك بالجملتين عندك الادات وين انتبه لما قبلها وانتبه لما بعد الادات وين يعني تنتبه على اللي موجود قبلها واللي بعدها خلي بالك انه وين اللي قبلها لازمش يصل عندي لازم يصل عندي مستمر واللي بعدها لازم يصل عندي بسيط تلاحظ الجملة الثانية نطبق عليها الملاحظة الفوق اللي قال لك عليها الجملة التي تحتوي على قوسين هي الجملة من المطلوب تصحيحها اذا وين راح يصل تصحيح اللي عندنا على جملة خالد بلاي يعني الجملة الثانية اللي هي هي ما نجلسها ولا نوصل لها ازي نجي نشتغل على الجملة اول شغلة تخليها تنزل الفعل خالد في البداية قلنا الادات وين اللي موجودة عندي في داخل الجملة اللي قبلها شون يصل عندي يصل عندي ماضي مستمر اما اللي بعدها فشين يصل عندي يصل عندي ماضي بسيط نرجع مرة ثانية على الترتيب مات الجملة خالد ننزله نشوف الفاعل خالد هو من الضمير هي شي او ات اذا هو ياخذ ياخذ الادات الفعل اللي موجود عندي هنا لازم يصل عندي مستمر اوكي فيصير بلاي يصير عندي راح يصير عندي راح يصير خالد والجملة الثانية تنزل كما هي ننتقل على الجملة الثانية نقرأ الملاحظة في هذه الجملة نتبه على وجود الادات الرابطة وين في وسط الجملة وعليه يجب ان تكون الجملة التي قبلها مستمر وبعدها بسيط وهنا انتبه الى ما بعد هذه الادات ستجد الجملة في الزمن الماضي بسيط ناخذ مثال اخر المطلوب عندك بالوزاري قالك صحح ان ننتبه على الادات الرابطة اللي موجودة عندي هي از الادات الرابطة اللي موجودة هي عندي از شنو المطلوب عندي التصحيحة تصحيحة الجملة الثانية الجملة الاولى معناها ما بها شي مصححة خليها ببالك انه الادات خليها ببالك انه الادات از الادات از هي مشابهة المن مشابهة الى الادات اللي موجودة عندي اللي هي وال. ال ه طب الادات اللي هي اعز اللي يوجد عندي هي مشابهة للادات اللي موجودة عنده الثانية اللي عمل تسميها تتذكر انه لازم عندي قبلها بسيط وبعد شي نراح يصون عندي ما يصن عندك مستمر فهيد يربالك عليها وانتبه علىها الحالة. ننزل الجملة الاولى كما هي ننزل الجملة الاولى كما هي لان ما بيها اي مطلب ما بيها بين قوسين. راح يصير عندي التصحيح وين? راح يصير عندي التصحيح مان بعد. as we were swimming. as we were swimming. انتبه as we were. as we were. as we were. انا هنا كاتبها خطأ. يعني تصحح ولا ولا تكتب ووز. يعني عفوا هنا خطأ مطبعي. فاصر الجملة اثيف. اثيف took our clothes as we were swimming. انا طابعة هنا غلط. يعني اعتذى عن هذا الخطأ المطبعي. انا صير موز. انا صير يعني نفس اللي موجود عندك اللي فوق. اثيف took our clothes as we were swimming. في هذه الجملة انتبه في هذه الجملة انتبه على الادات الرابطة as وهي مشابه الادات والتي يكون عملها ان يأتي بعدها زمن مستمر وعند الانتباه الى الجملة التي قبل الادات نجد الجملة من الزمن الماضي البسيط وعليه يجب استخدام القاعدة الزمن الماضي المستمر الجملة التي هي بين الاقواس. نجد ناخد هذه الجملة. she wear glasses but now she has contact lenses. use the correct form of use two. هنا للمطلوب عدي انه يريد من عدي استخدم المطلب الصحيح المن للادات use two. شو راح اصر الجملة. هنا للمطلوب عدي انه يريد من عدي استخدم المطلب الصحيح تلاحظ الحل المنطقية. she used to wear glasses but now she has contact lenses. هنا لازم تلاحظ انه نزل الفاعل she الحال الاعتيادي هنا اللي موجودة عندي but she but now she has contact lenses. تلاحظ انه she used she used اول ما ننزلها في الجملة. انتبه على الادات الفعل الفعل اللي موجود عندي هنا. use two. use two. use two. الفعل use two. لازم تتذكر انه ورد two. الفعل لازم يصل عندي الفعل لازم يصل عندي payse مجرد. الفعل يصل عندي payse مجرد خالي من الاضافة. فصير نزل she. اول خطوة ننزل الفاعل. اول خطوة ننزل الفاعل. بعدين ننزل المطلب اللي طلبه من عدي اللي هو use two. لازم يصل عندي she used two. اتذكر انه الفعل وراء two يصير مصدر. لازم يصل used two. wear glasses. وانكمل بقية الجملة. ما يصل عندي بها اي تغير الجملة الثانية. نضع الفاعل الضمير she. ومن ثم الادات used two. تذكر بعد two. لابد ان يكون الفعل مصدر مجرد خالي من الاضافة. هنا الجملة I clean my room and I find thirty dollars under my bed. هنا المطلوب عندك يقول put one verb in the past continuous and one in the past simple. احصير عندك تخليها ببالك انه شتون انا لاحظ تختم الجملة يا زمن مناسب عندي. خليها ببالك انه الجملة الاولى الجملة الاولى تخليها ببالك. انه الجملة الاولى لابد ان تكون في الزمن المستمر. والجملة الثانية لابد ان تكون بالزمن البسيط. الزمن الاول لابد ان يكون بالمستمر. والزمن الثاني لازم يكون بالبسيط. شن السبب وجود الادات and? التسرسل ما تلحدث I clean my room. نظفت غرفتي and I found I found. هات سراحة تقول استاذ اش لون صارت هيش? ليش? اكب في هذا موضوع مهم جدا. اللي هو التسلسل الزمني. خليها ببالك. هذا الحدث اللي موجود عندي اللي هو الزمن المستمر. الزمن البسيط الثاني هو متداخل داخل هذا الزمن اللي هو المستمر. الزمن البسيط هو حدث عندي حدث هنا واحد متداخل داخل مجموعة من الاحداث في المستمر عندي هناني. فلذلك شن يصير عدي هناني? لازم استخدم بالبداية الزمن المستمر بالبداية وبعدين استخدم الزمن الثاني اللي هو البسيط. راح تقول استاذ شون استخدمت الماضي? هو طالب عندك. put one verb in the past continuous. بعدين الثاني in the past simple. نادرا ما تكون يعني نادرا ما تكون بالوزارة يخلي ال past simple بصيغة السؤال قبل ال past continuous. نادرا 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 وحتى لو كانت هاي الصيغة اتذكر هذا الامر انه لازم يصير عندي الحدث بالبداية مستمر والحدث الثاني اللي بعدين عندي لازم يصير عندي بسيط يعني قلنا هذا الحدث البسيط هو متداخل داخل الزمن المستمر. تخليها ببالك انه البسيط هو داخل الزمن المستمر. صرت جملة. I was cleaning I was cleaning my room and I found thirty dollars under my bed. ناخذ المثال السادس. When I meet here at airport Linda was wearing a new dress. شو المطلب من ادنى هاي الجملة? انه correct هاي الجملة يطلب من عندي تصحيح. اتذكر هذا الامر اللي هو عندك من هنا وين هي في بداية الجملة? وين سواء كانت في بداية الجملة? او في منتصف الجملة? هي تعمل نفس العمل. هنا انا شاح يصير عندي لازم الفعل اللي هنا يصير لازم يصير عندي past. تخليها ببالك. انه مطلوب عندي past. يطلب من عندي past. ليش? لانه صارت وين عندي? وين في بداية الجملة? when I meet here. ساح يصير عندي التغيير. راح يصير عندي التغيير فقط في الفعل. الموج اللي عندي بين القوسين meet يصير met. عندما تكون وين في البداية? تكون الجملة التي بعدها ماضي بسيط. اما الجملة الثانية فتكون بالزمن الماضي المستمر. هذا تخليها ببالك. انه هذا التكملة وين بالبداية كانت? او بالوسط هي نفس العمل اللي انت راح تاخذه. وتذكر هاي الحجاية انه وين لا بد ان يكون عندي العمل بيها بصيغة الماضي. وفي هذا الملف يوجد الكثير من الجمل والامثلة الوزارية. وهي بسيطة جدا. والحلول الموجودة فيها داخل الملف. يعني وتلقى بعض الملاحظات اللي انا ذاكر لك ياها. فلا تتخوف من الوزاري. الوزار قواعده ثابتة. والاسئلة اللي موجودة عندنا ثابتة. اتبعوا الخطوات والتعليمات ودوام الموفقية والنجاح لكم ان شاء الله. دمتم سالمين.